مرحبا طلابي طلاب الصف السادس الإعدادي إن شاء الله تكونوا بخير بهذا الفيديو أريد نعرف شنو نقصد من المضارع التام البسيط present perfect simple والموجود في أنيونت الخامس من كتاب الصف السادس الإعدادي المضارع التام البسيط هو حدث صار بالماضي وتأثير السمر للوقت الحاضر هسا نريد نعرف قاعدة المضارع التام البسيط في حالة الإثبات والنفي والسؤال رح نبدأ أولا بحالة الإثبات تبدأ الجملة أولا بالفاعل الفاعل يكون أما هي شيئت طبعا هي هو الشي والإت واسم الفاعل المفرد يأخذ هاز وآي ذي وي يو واسم الفاعل الجمع يأخذ هاز وبعد هاز وهاف يجينا التصريف الثالث past participle أما في حالة النفي فأيضا تبدأ الجملة بالفاعل اللي يكون هي شيئت واسم الفاعل المفرد وبعدها هاز ناط يعني نضيف لها ناط لأنه حالة نفي واختصار تكون هازنت وبعدها past participle تصريف الثالث وأيضا آي ذي وي يو واسم الفاعل الجمع وبعدها have not haven't والpast participle التصريف الثالث للفاعل أما في حالة السؤال فتبدأ الجملة بالفاعل المساعد وعدنا بزمن المضارع التام البسيط الفاعل المساعد هو هاز وهاف فنبدأ بهم الجملة فهاز وبعدها يجي الفاعل هي شيئت واسم الفاعل المفرد وهاف بعدها يجي آي ذي وي يو واسم الفاعل الجمع وبعدهم يجي past participle تصريف الثالث للفاعل وعدنا ظروف تجيوية المضارع التام البسيط مثل already وjust يجون مع الجملة المثبتة yet وnever مع الاستفهام والنفي وعدنا ever وsofar مع الاستفهام طبعا ever تجي وsofar مع الاثبات أيضا وعدنا forces تجيوية المضارع التام البسيط والمستمر فمن تجي هذه الدلالات بالجملة نطبق زمن المضارع التام البسيط لكن مرات ما تجي دلالات يعني في الجملة فمن معنى الجملة لازم نعرف انه هذا زمن المضارع التام البسيط وحسا رح ناخذ بعض الاسئلة الوزارية عدنا جملة you book a hot yell yet وعدنا بين قوسين complete with the correct form of the present perfect يعني منطينا الزمن يعني يقولنك أكمل الجملة بزمن المضارع التام البسيط وأيضا منطينا جملة استفهامي إذن إذا استفهامي لازم نبدأ بالفعل المساعد فالفعل المساعد في زمن المضارع التام البسيط هو أما half أو has وما أنه الفاعل يو إذن يأخذ half فنكتب have you وبوك معناها هنا مو معناها كتاب معناها يحجز فنضيف الهئيدي حتى الصرف الثالث فصير جملة have you booked a hotel yet وأيضا عدنا yet في الجملة هي اللي يدللنا على زمن المضارع التام البسيط يعني إذا منطونا بالمنطوق المضارع التام البسيط نقدر نعرفها من yet بما أنه yet موجودة بالجملة إذن نطبق صيغة المضارع التام البسيط فتكون الجملة have you booked a hotel yet وهذا راح نأخذ جملة وزارية أخرى have you ever or never camped in the desert يعني هل خيمت يوم في الصحراء فنستخدم منه never or ever نختار ever لأنها تأتي مع الجملة الاستفهامية مثل ما قرأناها قبل قليل ever تيجي ويالجملة الاستفهامية وعدنا جملة أخرى أيضا my sister not be to college for three days because of a cold والمنطوق هو مكتوب correct the form of the verb يعني صحح زمن أو شكل الفعل وبما أنه بالمنطوق ما محدديننا يا زمن إذن لازم ننظر للدلالة اللي بالجملة فنلاحظ وجود for اللي تدللنا على المضارع التام البسيط فنحول الجملة إلى المضارع التام البسيط وأيضا الفعل be هو غير حركي يعني ثابت فنخلي وراء my sister نخلي has not وبين حولها تصرف ثلاثة تصرف been فصير my sister hasn't been to college for three days because of a cold وأيضا هسا بعض الطلاب يسئلون ليش ما استخدمنا المضارع التام المستمر هي فور متجوية للمضارع التام البسيط والمستمر لأنه مثل ما قلت لكم قبل قليل من الفعل نعرف انطبق يا زمن وعدنا احنا نوعا من الفعل الفعل أو الأفعال المتحركة وتجوية المضارع التام المستمر والأفعال الثابتة وتجوية المضارع التام البسيط وهسا هنا راح نعرف الأفعال المتحركة هي مثل wait, study, play, يلعب, talk يتحدث, cook, يطبخ, write, learn يكتب, يتعلم كلها بها حركة بينما الأفعال الثابتة هي get, be, no, drop, lose, see فإذا أجتنا جملة بيها sins or for فحسب الفعل نطبق أما صيغة مضارع تام بسيط أو مستمر فإذا كان حركي فنستخدم مضارع تام مستمر وإذا كان ثابت فنستخدم مضارع تام بسيط وخلص موضوع المضارع التام البسيط present perfect simple إن شاء الله تكونوا استفاديتوا من الفيديو وانتظروني فيه فيديو جديد واستاذة تكون محبة لكم دوما أسيل زيد العزاوي ترجمة نانسي قنقر